موسيقى في أسماء كثيرة بالكتاب المقدس أحبائي اللي كل اسم له معنى حقيقي فمثلا على سبيل المثال موسى موشي لأنه انتشل من الماء فمثلا خلينا نقول إسماعيل الرب سمع يشمع إيل يعني الله يسمع قريبة للغة العربية إصحاق يتحك في العبرة يعني يضحك قريبة على اللغة السامية الأرمية أو اللغة العبرية والعربية إبراهيم أب يعني أب إبراهيم أب لشعوب كثيرة لأمم كثيرة والملاك لما اتكلم مع مريم المطوبة ويوسف الصديق رجلها سم اسم يسوع اسمه يسوع يشوع لأنه يخلص يهوى يخلص لأنه يخلص شعبه من خطيان شيء لذيذ إذا أنت عندك مثلا حب في دراسة الأسماء في الكتاب المقدس دايما الأسماء إلها معنى إلها لقب إلها تشبيه إلها رمز وإلها رسالة إلها رسالة مهمة جدا يعني مثلا بعطيك بس على سبيل المثال في سفر التكوين يعقوب عم ببارك أولاده 12 اللي هم أصباط إسرائيل الاثني عشر يهوذة مكتوب عنه جروا أسد أوكي بسميه الأسد يساكر بسميه حمار جسيم رابط بين الحظائر دان بسميه الحية على الطريق نفتالي أيلة من آيل بتعني الغزالي يوسف مثلا غصن شجرة مثمرة يعني مثمر فبيسمي الإسم واللقب وراء الإسم بنيمين ذئب مفترس أو ذئب يفترس وهكذا أسماء كثيرة حتى في العهد الجديد مثلا الثور هو رمز للخدمة النسر هو رمز للهوت والرؤية فالنسر هو الطائر الوحيد اللي بتطير وممكن ينظر للسماء مشان هيك يحنى البشير يلقب بعيني النسر أسماء كثيرة وكل هذه الأسماء والألقاب لها عمل